هذه الآية المباركة أعزائي في سورة التوبة الآية 103 أعزائي قال تعالى في سورة التوبة الآية 103 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم هذه الآية مفهوم له مصدق الجواب مفهوم على الضابط منه لماذا؟ لأنه أي دولة يمكن أن تعيش بلا بعد مالي أو لا يمكن أن تعيش بأي عنوان كان؟ بعنوان ضرائب، بعنوان زكاة، بعنوان خموس، بعنوان ما أدري أنفار أي أن كان؟ المهم تحتاج إلى ميزانية أو لا تحتاج ميزانية مالية، تحتاج أو لا تحتاج؟ تحتاج هذه قضية دينية له قضية إنسانية عقلائية أعزائي، هذه موجودة قضية ثابت، ولهذا نعبر عنها قضية ماذا؟ أسأل أنت لو تنظر إلى شأن النزول، شأن النزول في قضية في واقعة، في واقعة، ولكنها هي قضية شنو؟ أصلية، ما تحتاج؟ ما تحتاج إلى بيان؟ وهل يمكن للدولة أن تعيش بلا ميزانية ماذا؟ مالية، هل يمكن؟ كما لا يمكن أن تعيش بلا نظام أمني، وسياسي، واجتماعي، وفكري، لا يمكن، بل عصبوا، عصبوا حياة الدولة، إنما هو ببعدها ماذا؟ ببعدها المالي، ولهذا القرآن الكريم ماذا قال؟ ولا تتؤسفها أموالكم التي جعل لكم فيها قيامة قوام المجتمع بماذا؟ بالبعد المالي في سورة النساء بعد يتذكر الأعزاء، أول سورة النساء سؤال، إذن هذا مفهوم أو مصداق أعزائي؟ مفهوم، مصداقهما هم رسول الله ماذا فعل؟ ها؟ وضعها في شكت؟ في شكت؟ في تسعة، هذا وضعها في تسعة حكم كلي لنسبة ملا أغيون شنو فهموا منها؟ أنا اختلافي مع الفهم العام وهذا؟ واللطيف رواياتنا صريحة هاي الرواية عزائي في وسائل الشيعة خلي ذهنة كمي بسم الله الرحمة وسائل الشيعة الرواية موجودة في كتبنا المعتبرة قال أبو عبد الله قال الرواية هماتية من الروايات المعتبرة الرواية عن أبي جعفر الرواية 11506 الباب الثامن وجوب الزكاة في تسعة أشياء وقال عن أبي فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وهذا أصل ما هو؟ كلي ديني أو إنساني إنساني هذا ما يحتاج له حتى لو لم يبينه القرآن ولكن القرآن يريد ينظم حياة ماذا؟ حياة الإنسان التفت جيدا هذا فرض الله هذا فرض الله عليكم التفت إلى العبارة جد دقيقة وسنها رسول الله في تسعة أشياء عجيب وسنها لماذا يا رسول الله لماذا؟ لو نسألك يا رسول الله لماذا؟ يقول خبيني وبين الله أموال العهد المدني عموم الناس أموالهم في ماذا؟ ها؟ في هذه التسعة أشياء وهي الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحمطة والشعير والتمر والزبيب وعفى عما سوى ذلك يا رسول الله لماذا شنو أنت عندك صداقة مع هؤلاء عداوة معه؟ يقول لا لأن هذا هو ماله ماذا؟ هذا هو المال المتعارف الآن في عصر هذه رواية ولهذا فيما روايات أخرى ميزت بين فرض الله وسنة النبي لماذا؟ لأن فرض الله ما هو؟ عام وسنة ما هي؟ خاص التفت جيدا رواية ثانية قال عن أبي عبد الله وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء هذا بمن؟ بعنوانه نبي يوحى إليه لو بعنوانه ولي للأمر لإدارة الأمة أيون منهم؟ ها ولكن نحن خلطنا بين شنو؟ المسؤوليتين والدورين فتصورنا كل ما صدر منه فهو بعنوانه ماذا؟ وحيوني الله ما عنه ليس كذلك ما أدري واضحة عزائي واضحة هاي القضية أرجو الله أن تكون واضحة لمن يريد أن يفهم الإيرانيين في اللغة الفارسية أكفت مثال وهو هاي لطيف ما أدري أكو مقابلة في اللغة العربية أو لا يقول النائم تستطيع أن توقظه أما الذي هو يمسوي نفسه نائم تستطيع أن توقظه أو لا؟ ليش؟ لأنه هو يريد يستيقظ لو ما يريد فإن تلوشي لذبه هماتينة ما الحار هماتينة نشوف هم يخر خارهمون تاتهم ليش؟ لأنه هو يريد أن يستيقظ أو لا يريد ولهذا هذا المثال معروف عندهم أنا خابة مثالة شنو مولا؟ خابة بشي لا أدري أما؟ دعم بشي ليه لماذا؟ لماذا؟ أنا هذا كلامي لمن هو نائم وأريد أوقظه أما الذي هو جنو؟ ها؟ أحسنته أما الذي أما الذي يريد أن يتمثل ويتشبه بالنائم ويتشبه بالجاهل لا أستطيع أن أعلمه شيئاً هذا أنا ما أفهمه من الرواية خلي يجيبون عليها ما قلت شيئاً آخر والجواب عليها ليس بالفتاوى وبالكلمات وبالتسقطات ليس الجواب هذا كونوا على ثقة هؤلاء الذين دي يقومون بهذا العمل والله العظيم دي يخدمون هذا المشروع ولكن لمن يعقد لماذا؟ لأن الطرف الآخر دي يفهم أنه يوجد عندهم جواب أو لا يوجد عندهم جواب ولكنه بطريق التزامي وإلا إذا عد جواب كان أجاب أجاب انتهت القضية هذه روايات واحدة واثنين وإحنا وقفنا عندها مفصلاً في رسالة الزكاة وفي باب الزكاة والخم ما أدري واضح أعزائي سؤال